بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبعه ذاه وبعد جاء الشرع الحنيف ليصحح للناس عقائدهم ويصحح للناس أخلاقهم وعاداتهم يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ومن هذه العادات السيئة التي كانت عند كثير من العرب قبل الإسلام وما تزال منتشرة الآن عند بعض المسلمين ألا وهي كره البنات أو كما نقول كره خلفة البنات الذي ينظر إلى القرآن الكريم يجد ما يصوره الله تبارك وتعالى لهذه القضية فهذا العربي إذا بشر بالبنت قد جاءت لك بنت وولدت لك بنت تجد وجهه قد سود وقد اغتم وجاءه الحزن والهم والغم والكرب والغيظ ماذا يفعل في هذه البنت أيبقيها عنده وإذا أبقاها عنده يبقيها في ذل ومهانة وانكسار أم يدفنها حية والعياذ بالله في هذا يقول ربنا تبارك وتعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يتخفى من الناس لأنه رزق ببنته يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ويقول ربنا تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم فهذه البنت التي دفنت لماذا دفنت ما كان ذنبها ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كانت هذه نظرة العرب أو أكثرهم قبل مجيء الإسلام عن البنات فلما جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير هذه النظرة بالكلية عن البنات بل جعل أن البنات من الله تبارك وتعالى هبة وعطية وشيء جميل من الله تبارك وتعالى يقول ربنا تبارك وتعالى لله ملك السموات والأرض يَخْلُقُوا مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكور أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير والذي ينظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد كما قلت أنه غير هذه النظرة بالكلية عن البنات قولا وفعلا فمن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحديث الصحيح من عال جاريتين يعني بنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني تكون مرافقا لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن إليهن وأحسن صحبتهن دخل الجنة تدخل الجنة بماذا؟ بفضل هذه البنات ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رواه الإمام أحمد لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات غالية عند الشخص تؤنسك من وحشة هذه الحياة الدنيا والذي ينظر إلى فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد العجب العجاب يجد أنه كان يحب بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شديدا فقد رزق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع بنات زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم وفاطمة سيدة نساء العالمين كان يحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شديدا وكان يقوم لها إذا قدمت وكان يجلسها بجواره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يأخذ السيدة أمامة بنت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضها ويحملها على كتفه وهو يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتقوا الله في أولادكم واتقوا الله في بناتكم علموا أولادكم وربوا بناتكم فإنهم ضريقك إلى جنة الله تبارك وتعالى هذا والله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين